حام الوضيس في السودان واشتد القتال ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي حذر من تحول القتال بين الطرفين الى حرب اهلية واشار الى ان الاوضاع في السودان ستشكل تهديدا للمنطقة باسرها اما الامين العام لهيئة ايقاد فقد دعا الى وقف لاطلاق النار ووضع خطة جديدة لانهاء الصراع واضاف ان هيئة ايقاد تملك الاليات اللازمة لجعل الاطراف السودانية تجتمع على طاولة المفاوضات ميدانيا اشتدت المعارك بين الجيش وقوات الدعم ودوت اصوات اسلحة ثقيلة قرب المنطقة الصناعية وحي الرميلة والحلة الجديدة غربي الخرطوم كما دوت انفجارات اخرى في اومدرمان ومدن الخرطوم والخرطوم بحري مع تصاعد للدخان وتحليق للطائرات الجيش السوداني قال ان قوات الدعم السريع استهدفت المناطق السكنية جنوبي الخرطوم بالقصف المدفعي والصاروخي وان قوات الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة تشمل تدمير العشرات من الاليات العسكرية وسقوط قتلى في المقابل قالت قوات الدعم السريع انها صدت محاولات الجيش للهجوم عليها في عدد من المحاور بالخرطوم ودمرت اعدادا كبيرة من الاعتاد كما اسرت المئات من قوات الجيش شرقي الخرطوم اشتركوا في القناة